وصلت معالي الدكتورة أمالي الكبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى مطار رباط الدولي على رأس وبد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلس النواب والمستشارين بالمملكة بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بما يوكب التطور المتنامي الذي تشهد العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في جميع المجالات كما تترأس معاليها وفد المجلس المشارك في عمل دورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجلس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 11 حتى 14 من مارس 2019